في تقرير لها تبدي منظمة العفو الدولية قلقها مما أمسى جزءا من الحياة اليومية في عروس البحر وتتزايد أعداد منغيب في ظروف غامضة وغياب للدولة يعزز ظاهرة الخطف والتي تعددت أنواعها بحسب دوافع مرتكبها والتي في الغالب ما تظهر دوافعهم إذا ما توصلوا مع أهل منخطف وعرضوا مطالبهم فلا يتعدى الأمر كونه فدية لعصابات الإجرام لكن الأمر المقلق لدى كثير من المحللين والمنظمات الحقوقية تلك العملية التي تطال ناشطين حقوقيين وسياسيين ومشائخ فتعطي بذلك بعدا سياسيا يكون مصدر قلق حقيقي يعرقل مسيرة بناء الدولة والغريب في الأمر كما يرى كثير من المتابعين أن هذه الظاهرة ازدادت بعد دخول المجلس الرئاسي المقترح للعاصمة بحماية بعض الكتائب التي وفرت الحماية لأعضائه في الوقت الذي عجزت عن حماية من لا يبعد مسافة الكيلو متر من مقره كما حصل مع الناشط جمال زوبية ورفاقه الذين تعرضوا للخطف بعد خروجهم من مظاهرة في ميدان الشهداء نهيك عن التهديد الذي طال قناتي النبأ والتناصح وخطف موظفيها لساعات بعد مصادرة معداتهم ويزداد الأمر تفاقما باختطاف الشيخ نادر العمراني في سابقة لم تشهدها العاصمة من قبل وتنذر بمؤشرات خطيرة يرى البعض أنها استنساخ لما يحدث في شرارة الثورة بنغازي والتي لا تزال تفجع إلى اليوم بحالات خطف إن طال خبر من غابوا فعند مكبات القمامة الخبر اليقين وتمتد يد ما يسمى بالكرامة لتصل إلى واحات الخير الآمنة جالوا وأوجلا وجخرة فتعبث بأمنها وتفزع الأحرار فيها وتحول نهارها إلى ليل حالك كليل بنغازي عمليات الخطف طالت عمال الإغاثة ومن تولى زمام الأمر لقضايا لم تدخل أروقة المحاكم كما هو الحال لناصر الجروش المدعي العام في قضية سلوى بوغ عيغيس وعضو المؤتمر الوطني سليمان زوبي والذي لم يكشف عن ملابسات اعتقاله إلى الآن ويبقى القلق يساور الجميع لكن النصيب الأوفر للأمهات التي لم تلامس مداءاته مسامع من تصدر المشهد إذ لا حياة لمن تنادي وشريف وشريف وأصلا شريف